تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بذكرى تأسيسها 49 قامت الخدمات الطبية الملكية صباح اليوم حفل افتتاح وتحديث عدد من الأقسام بالمستشفى العسكري وهي افتتاح الصيدلية الذكية التي تعتبر الأولى بالمنطقة بالإضافة إلى تدشين عدد من الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام وفي بداية الاحتفال القائد الخدمات الطبية لواء بروفسور الشيخ خالد بن علي الخليفة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة واشهد قائد الخدمات الطبية الملكية بالإنجازات التي تحققت في الخدمات الطبية الملكية ومنها صيدلية الذكية التي تعتبر الأولى بالمنطقة والخامسة في العالم التي تعمل بهذا النظام الإلكتروني الحديث وأكد على أن إنجازات الخدمات الطبية الملكية كثيرة حيث تم إدخال العديد من الأجهزة المتطورة منها جهاز الكشف المبكر لسرطان الثدي الذي يعتبر الأول في مملكة البحرين وأيضا إنشاء قسم خاص للتخلص من النفايات الخطرة ثم قدم إيجازا عن إنجازات الخدمات الطبية الملكية كما جرى ضمن فعاليات الحفل تقديم نسخة من التقرير السنوي لعام 2016 لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة من قبل قائد الخدمات الطبية ثم قام معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بجولة لعدد من الأقسام الحديثة بالمستشفى العسكري وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن قوة دفاع البحرين تهتم بتوفير رعاية الصحية لجميع منتسبيها من حيث إدخالي وتطوير التقنيات والمنشآت الطبية الحديثة مشيدا معالي بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه المستشفى العسكري والذي يعد من أهم الإنجازات التي نفخر بها لما يضمه من أقسام وأجهزة متطورة على المستوى الدولي وذلك تنفيذا للتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمتابعة كبار مسؤولي القيادة العامة وعلى رأسهم معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين